ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهو أمر كان موجود في السابق على الشركات لكن تم تنظيمه بشكل أوضح وأسهل من خلال القرار رقم 43 سنة 2020 لخصوص المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية والذي ركز على العديد من النقاط واجب توفرها في المنشآة التجارية والنقاط هي وجود حساب مصرفي تجاري تكون من خلال جميع التعاملات المالية المتعلقة بالسجل التجاري طبعا يكفي فتح حساب بنكي تجاري واحد للمنشآة التجارية مهما تعددت فروحها وأنشطاتها وتركنا عدد الحسابات لأصحاب الأعمال بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الدافع الإلكتروني واحدة على الأقل على سبيل المثال منصة الدافع التحويل الإلكتروني أو نقاط البيع اللي هما الـ POS أو غيرها من آليات الدافع الإلكتروني المرتبطة بالحساب البنكي التجاري للمنشآة التجارية نفسه نعم سيد فيصل ما هو الأثر الإيجابي المنشود من تطبيق القرار على الشرع التجاري في مملكة البحرين طبعا تحرص وزارة صناعة والتجارة كل الحرص على مواكبة أحدى التطورات في مجال ريالة الأعمال ومواكبة مطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية وبناء عليه صدر القرار لينظم التعاونات بين كل الطرفين في العملية التجارية اللي هما طبعا التاجر المستهلك يعتبر الحساب التجاري أحد أهم أدوات إدارة الأموال اللي تساهم في تعزيز كفاءة الأعمال التجارية طبعا كل ما ذكر من شأنها أن يخلق بيئة طائمة على الشفافية والثقة المتبادلة بين الطرفين خلال التعاملات المالية والناتج راح يعود على الشارع التجاري البحريني بالتطور الإيجابي وبدورنا ندعو جميع أصحاب الأعمال بتوثيق حساباتهم البنكية التجارية في نظام سجلات قبل تاريخ 13 يونيوان 2025 ونذكر أنه سيكون من الملزم على المنشآت التجارية الجديدة اللي استقايد في نظام سجلات بعد تاريخ 13 ديسمبر 2024 توثيق حساباتهم البنكية التجارية في نظام سجلات معا معاملة إصدار السجل الجديد نعم السيد فيصل أحمد صالح الوكيل المساعد للسجل التجاري وشركات بوزارة الصناعة والتجارة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك